بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج الأولية بفوز عبد المجيد تبون في الاستحقاقات الرئاسية ومع أول ندوة صحفية له عقب ذلك خاطبه البعض بلقب فخامة الرئيس وفي الختام وقبل أن نفتح المجال لأسئلتكم فخامة الرئيس فخامة الرئيس أولاً هنيئاً لكم فخامة الرئيس بهذا الفوز الكاسح بعلمانصب في البلاد هذا ما أثار حفيظة الكثير من رواد وسائط التواصل الاجتماعي حيث انتقد هذا اللافظ الذي يذكرهم بالحقبة الرئاسية السابقة كان ينادي ويذكر به بوتفليقة الرئيس المخلوع فخامة الرئيس المجاهد السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي رسخ لكلمة الفخامة في قاموس الكلام خلال ذكره في كل مناسبة نعم فخامة الرئيس مع قرب انتهاء خطابه الموجه للأمة وعقب آدائه اليمين الدستورية وتنصيبه رئيساً للجمهورية اختتم تبون كلامه بمطالبة كل من هم تحت مسؤوليته أن يسحبوا لقب فخامة رئيس الجمهورية من مصطلحات التعامل معه والاكتفاء بمخاطبته بسيد الرئيس وقبل أن نهي هذه الكلمة أرجو منكم ومن خلالكم إلى كل من هم تحت سلطتكم أن يسحب من هذه اللحظة لقب الفخامة ليوصف الرئيس الجمهورية بالسيد وفقط الخطوة لقت استحسان الكثير من رواد الفيسبوك الذين اعتبروها تحولاً في طريقة مخاطبة رئيس الجمهورية أو الحديث عنه بعد أن تكررت على مسامع الجزائريين طوال عشرين عاماً شكراً للمشاهدة